لاتكيا سفينة سورية تخضع لعقوبات أمريكية رست في ميناء طرابلس شمال لبنان محملة بقمح أوكراني مسروقة السفير الأوكراني في لبنان قصد رئيس الجمهورية ميشيل عنو وقال إن شراء سلع أوكرانية مسروقة من شأنه الإضرار بالعلاقات الثنائية بين كييف وبيروت موقف السفير تله بيان صادر عن السفارة اتهم فيه روسيا بنهب حمولة السفينة المقدرة بخمسة ألاف طن من مخازن أوكرانية وصول السفينة ذلك يتزامن مع نقص حاد في الخبز في لبنان الذي اعتاد استيراد قرابة الستين بالمئة من قمحه من أوكرانيا قبل بدء الحرب نقص قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام يوم الخميس إنه سيخف هذا الأسبوع عن طريق واردات قمح جديدة دون أن يذكر مصدرها ميناء طرابلس وفق مسؤول جمركي لم يفرغ حمولة السفينة للاشتباه في أنها تنقل بضائع مسروقة روسيا التي سبق أنفت سرقتها حبوبا أوكرانية رفض مسؤول في سفارتها في بيروت التعقيب على تقارير السفينة المتداولة بدوره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس رفض التعليق لكنه قال إن الروس سرقوا سابقا حبوبا تابعة لأوكرانيا بشكل عام وفق تعبيره يبقى القول إن لاتكيا هي واحدة من ثلاث سفن مملوكة لهيئة الموانئ السورية والتي تقول أوكرانيا إنها كانت تنقل القمح المنهوب من متاجرها